اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية خاصة الطرق والمحاور وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عواطي جدين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهل لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن استعراض الإجراءات الحالية المتخدة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وحملات تطعيم المواطنين أكدت الأمم المتحدة دعمها للسلطات الليبية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل مع جميع الليبيين لتسهيل الإجماع على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في الوقت المناسب مشيرا إلى أن البت في أهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بليبيا من صلاحيات مفوضية الانتخابات بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المستقدات السياسية والأوضاع العامة ومشروع البطاقة التمويلية جاءت ذلك خلال لقائهما بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والاقتصاد أمين سلام والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وأكد الحجار أن اللقاء تطرق إلى حوار حول كافة الملفات والشؤون الحياتية والبطاقة التمويلية أكد حلف الناتو ضرورة تعزيز العمل المشترك ضد المعلومات المضللة وقال ميرتشا جوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي إن حلفاء الناتو والدول الشركة لهم مخاوف مشتركة بشأن المعلومات المضللة والخطر الذي تشكله على المجتمع وأضاف أن الشراكات تلعب دورا مهما في زيادة القدرة على الدفاع عن العالم ضد المعلومات المضللة كما أشار إلى أن مكافحة تلك المعلومات المضللة هي في صميم أجندات الناتو لعام 2030 أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 254 مليون و300 ألف إصابة وبحسب بيانات الجامعة فقد تخطط أعداد الوفيات 5 ملايين و100 ألف وفاة مشيرة إلى تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بما يقرب من 666 ألف حالة وفاة حذر كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الطبية دكتور أنتوني فاوتي من مخاطر محتملة بالزيادة انتشار فيروس كورونا مجددا في فصل الشتاء المقبل داخل الولايات المتحدة وأوضح فاوتي أن معدلات الإصابة تزايد بصورة تدريجية في الوقت الذي تراجع فيه مستوى وقاية اللقاح بالإضافة إلى ارتفاع معدل العدوى لمتحور دلتا يأتي ذلك في ظل تحذيرات أخرى بتجدد انتشار الفيروس في الوقت الذي يستعد فيه مواطنو الولايات المتحدة لموسم إجازات الأعياد وما ينتب عنه من زيادة الإصابات نتيجة لعودة التجمعات العائلية نهاية موجاز العاشرة مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة والآن إلى فاصل قصير نعود من بعده لمتابعة ما تبقى من فقرة هذا الصباح إبقوا معنا